اتضافة سيد جمال ويد عباس نائب رئيس مجلس الأمة مساء الخير أهلا مساء النور أستاذ أورا إذن كما شفنا صبيحة اليوم المئات حضروا في القاعة البيضاوية أو الآلاف هكذا كما تقول لأن القاعة البيضاوية يعني سعتها تقدر بالآلاف على كل ما هي الأهداف المحققة من خلال هذا التجمع بداية شكرا أولا على هذا الأمر الكريمة لنوضحنا باتصوديحات أولا هذه المبادرة ليس من أمس وقبل أمس سنة ونص تقريبا البداية كانت اليوم 18 فبراير 2015 بمناسبة اليوم الوطني للشهيد وقدم فخامة رئيس الجمهورية سيعب لازي بوتفليقة رسالة للشعب الجزائري وتكلم فيها لأول مرة لدعم وتعزيز جبهة داخلية ثم 19 مارس نكلم عن الجدار وموقع النظر السيد الرئيس كان ينتظر لأنه يتبع عن كتب ميجري داخل الجزائر في المنطقة وعلى مستوى الدول الأوروبية فيما يتعلق بالإرهاب الحالة اللي عايشينها الآن أعطات الحق للسيد الرئيس لأن موقع في واتسوف لا نتكلمش عن تنقورين واتسوف والهجوم على المنعة المركب الغازي واتسوف لازم نذكر والذكرة تفعل المؤمنين 29 نوفمبر 1991 كاللي كانوا مزادوش أول هجوم إرهابي بخمسين إرهابي مع الطيب الأفغاني على أقمار وفي نفس المنطقة الحمد لله سي جمال والعباس أنت عطيتني تشريح للوضع الإقليمي والأمني من فضلك أجبني على سؤالي لماذا أو ما هي الأهداف التي حققتها من خلال هذا التجمع التي شفناها صباحة اليوم كما تقول أنت بالآلف 30 آلف تقريبا نحن كنا نتظر 8 ألاف أنا مسؤول في مكتب سياسي لجيب التحرير الوطني المجتمع المدني والشخصيات جندنا 2339 جمعية معتملة أشكرا في الأرقام فقط يعني من كل أنحاء الوطن عفوا قوة وتقت تجني تجب التحرير الوطني ومتع الأساب الأخرى الشيء اللي يقع الصحافين كلموني خلوا الدكتور في شوية فوضى طبعا كنا نتظر 8 ألاف عشر ألاف جونا 30 ألف جوه من بير العاتر جوه من عريس جوه من بني دولة جوه من البيض من كل أنحاء الوطن لأنه لماذا نقوص الخطر على الجزائر أنا أقوله بالدرجة الأسد هارون وقت شدات صحيبان لأن الجزائر في خطر الجزائر في خطر الشعب الجزائري الجند اليوم أعطينا صورة مرأة للتركيبة البشرية أنت القاعة البيضوية هذا هو الشعب الجزائري فيه مسؤولين فيه وزارة حاليا وزارة سابقين ذلك فيه تاريخين مثل عبدالسلام بالعيد عبدالسلام مثل زبيري مثل بنشريك من اللي حضروا معنا أعطينا صورة من اللي أن الشعب الجزائري مستعد أنا اجتمعت مع الطلبة هذه أسبوع في إطار التحضير طلبة منظمة الطلبية تقولك احنا مستعدين كطلبة خيري خلف لخيري سلف مثل طالب عبدالرحمن مثل أمارة رشيد نجند مليون شاب في جانب باش يدعموا ويساعدوا الأستاذ جمع الوطان الشعبي من خلال تجمعكم اليوم وتجمع المعارضة في زيرالدة الموالات حزاب الموالات وأنت طرف فيها يعني لم تتخوفوا من تجمع المعارضة في زيرالدة ويعني لم تتخوفوا حتى من تموقعكم السياسي على الخرطة السياسية في البلاد لا يشكل ذلك تهديد عليكم أن تتلم المعارضة مظافران واحد وكذلك تجمع زيرالدة اليوم مظافران واحد ثلاثة أربعة خمسة أولا ما يقلقنا أبا بكل صراحة أنا موجودين أنا في الدولة أنا في السلطة رئيس الجمهورية منتخب رئيس حيف جيب تحليل الوطني في البرلمان في مؤسسات في مؤسسات محلية وولائية وبلدية في البرلمان في الحكومة أنا في الحكم الآن يا حد الآن باش حنا يعني يخوفون هذا يعني أنا عايش معهم ونعرفهم كلهم المجولين في زيرالدة فيهم أصدقاء اللي بيحسن نية ولكن فيه اللي يحاول يتموقع لأنه يقول لك أنزل باش نركب تفضلوا 2017 من سنة تقريبا فيه انتخابات وفيه الدستور الجديد اللي يتكلموا على الانتقال الديموقراطي را موجود في الدستور الجديد أنا استخبرت خبال أسبوع ووفد من البرلمان الأوروبي استعجبوا على الشي اللي موجود في الدستور الجديد اللي يبود الدموقراطية كل شي موجود في الدستور الجديد يتفضلوا الأستاذ جامال عبدالعباس فقط قبل ختام معك ختام لحديث عن أحزاب المولاد فقط ترى أنه فيه سراع بدأ يعني يطفو على السطح بين الحزبين الـ R&D والأفلان لماذا غياب اليوم الـ R&D عن هذا التجمع حتى الـ NBA ترى أنه هذا يأثر على تجمع اليوم غياب حزبك الـ R&D والله شكرا على هذا السؤال أستاذ هارون كانوا موجودين الـ R&D في القاعة وتكلم نعطيك الأسم عدوا قيادة في الـ R&D ومثل اتحاد العمال الجزائري كانت موجودة نوريا حفسي قيادية في الـ R&D اتحاد النساء الجزائري كان موجود خالف مباركة خالفه قيادة في الـ R&D ورئيس المنظمة لأبناء المجاهدين وكانوا مناظرين ومنتخبين لكن الأستاذ جمال العباس فقط أنت من المفروض أنك فهمت سؤالي أنا أتحدث عن صراع ما بين عمار سعداني وكذلك أحمد أويحي الذي طفى على السطح الأقل من يوم أمس سي سعداني يتكلم الأمس كأمين عام عندما يتكلم كأمين عام عنده يعني الدعم لكل حزب يجب التعديل الوطني أنا ما نظنش باللي هاتشي مشي بعيد المهم توضحة الأمور الآن اليوم قالها عمار سعداني كررها في الكلمات القصيرة ولكن القوية في الرسالة نتاعه اليوم دينا باش ندعم رئيس الجمهورية دينا باش نبني جدار مع الجيش الوطني الشعبي دينا باش نحافظ على تراب الوحدة التراب الوطنية والخلافات توضع إلى جانب إلى وقت لحق يعني فيه انتخابات وخلي الشعب واللي يفصل ما بيننا وبالآخرين أنا أحيي كل يشاركوا معنا اليوم ثلاثين آلف تقريبا أنا مصرور جدا ما كناش ننتظر ثلاثين آلف القاعة فيها 8000 وشفتوها تابعتو يعني عن مباشر الحمد لله قوة تجنيتها جبهة تحليل الوطني لا ما تلال لأن جبهة تحليل الوطني في ذاكرة الشعب في تاريخ الشعب منذ أول نوفمبر نتكلم معك كمجاهد وأنا في جبهة تحليل الوطني من أول نوفمبر لحد الآن وما غيرتش البدل الانتاعي لأي منصب بالعكس دائما في جبهة تحليل الوطني ونتمنى إن شاء الله نبقى إن شاء الله إلد عباس شكرا على هذه الإطالة ولو إنها خفيفة لكن أنت دائما مرحب بك معنا قصرت عليها بزاف قصرت شكرك على حضورك معنا أنت في إطالة على نشرة إخبارية مباشرة إن شاء الله تكون لنا جلسات في حصص خاصة ويكون وقت مسموح به ووقت أفضل لكم إن شاء الله شكرا جزيلا لك الحضورك معنا أنا شكرك كذلك وأنا مستعد في أي وقت كي نجاوب على أي سؤال وعلى أي موضوع نشكر كذلك للخناة لكم كبرتوا الحمد لله شكرا شكرا لكم سادة قوي أبقوا في نصر الخطة